السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ السنة الثانية ثاناوية اليوم شاء الله راح نحلو تميين الصفحة 24 ولك فينا الوقت ان شاء الله راح نكملو خلول 25 إن شاء الله للمرة الجاية قبل ما نبدأ الفيديو إن شاء الله نتمنى تدعموني باللايك باش نستمرو ونزيدو ونحط لكم أكثر فيديوهات للاستفادة السؤال الأول وش يقول لك؟ much the words and phrases A to F أعطالك هنا الكلمة من A to F أربطهم with the parts of food pyramid من 1 إلى 6 وقال لك أعطالك هذا الهارم تعلق الأغذية وحطنا كل شي على حساب الصورة اللي عندنا في الهارم هنا عندنا vegetables نحوسوا على vegetables وش معنة vegetables والخضروات روح نحوسوا على الخضروات هنا في الآخر الخضروات تعنا هي هذه معنتها الأولى هي vegetables كتب هنا رقم 4 هي vegetables ثاني شي fish meat and eggs الحوت والحم والبيض نحوسوا عليهم رهان في الرقم الثالاثة نكتبو هنا fish meat معنتها B تمشي مع رقم الثلاثة هنا عفوا هنا A تمشي مع ربعة بي هاي ديك هنجلك نحوسوا على الخبز bread ورها bread bread رهو رقم 6 المخبوزات هي رقم 6 معا B عفوا معا C هنا معا C عدنا D دايري روحوا رقم الثلاثة هي دايري عدنا هنا الفرماج وعدنا أوكي نكتبو هنا D تمشي مع رقم الثلاثة عدنا هنا فاتس فاتس والرهم هنا فاتس رهم عدنا هنا السكرية الحلوية وكامل نكتبو هنا E تمشي معا E بقاتلنا هنا فروت فروت الفواكه اللي هي رهي رقم خمسة نديرو M أوكي سوكنت هذي الإجابة رقم الثلاثة رقم تعال التمرين رقم واحد روحوا الآن للتمرين رقم اثنان التمرين رقم اثنين وش يقول لنا قال لك which food group did our grandparents use to eat most and which ones do we eat most today قل لك هنا قول لي جدود ناو كامل وش كانوا يأكلوا اوكي نوعية الاكل وحنا يعني الاكلات السريعة والاكلات اللي مصطنعة الى اخرية اوكي كيفاش نكتبو هذي الإجابة نروحوا برك للإجابة تعنا كيفاش الإجابة رح تكون على هذا الشكل نكتبو our grandparents used to شد معي في رأسك هذي used to used to دائما الفعل كي يجي مراها used to تبع معي used to دائما الفعل كي يجي مراها يكون ماشي مصرف اوكي يكون stem مددله حتى تغيير هذي ديرها في رأسك وقتاش نستعمل used to نستعمل used to كي نكون نتكلم على حاجة صرات كانت تصرى في الماضي ضرقا ما يشتصى اوكي هاي لكي grandparents كانوا في الماضي يأكلوا اوكي used to our grandparents used to eat الفعل بقاكي مراها most homemade natural food اوكي اه هنايا قال لك we eat most وذوقا رانا ناكله بزاف ready ولا made food ولا gmf ولا fast food today يعني رانا ناكله غير الاكل السريع هذو هما الانواع تعل الاكل السريع هذو هما الاسمواد التوحو اوكي اروحوا الان للتمرين الموالي التمرين الرقم 3 وش يقول now read the text below عفوا رقم هنا ايه فالا هذه now read the text below and say whether you agree with what the author says about our eating habits قال لك شو فقررنا النص هذا اللي راني يعاطيه لك وقل لي اسك راك انت يا موافق مع وش قال كاتب ولا لا لا قال لك بدلنا الجملة تاعك كما هكذا i agree انا موافق هذه كلمة agree disagree لكم راح يستعملوها بزاف في الدرس agree موافق موافق وهذي غير موافق انا موافق مع الكاتب كي قال كذا وكذا وكذا انا غير موافق مع الكاتب كي قال كذا وكذا وكذا what people eat المهم انا مانشا هنقرار لكم من النص راح نخليكم تم تقرأوا النص وتخرجوا الجمل انا نعطيكم مباشرة الاجابة الاجابة راح تكون على هذا الشكل الجملة الاولى اللي خرجناها وش تقول i agree with the author هنا يراك راح تجيب الجملة يعني الفكرة من جملة قالها قال له هنا راني موافق مع author الكاتب كي قال when he says that كي قال انه معندها عادة على الاكل التي بدلت بزاف completely قال لك هنا انا راني موافق مع الكاتب كي قال لنا باللي وش قال قال باللي العادة على الاكل التي بدلت بزاف السنوات الاخيرة وهنا راح تقول i disagree with the author when he says that هنا انا لست موافق مع الكاتب عندما كان يقول كذا وش همانش موافق this change in our eating patterns is imposed on us by an overall transformation in our lifestyles with the قلنا قلنا قل بلي هذا التغير تاع تاع الطريقة الاكل التي تعمل كأنها مفروضة علينا عن طريق التغير العام في طريقة العيش تعمل قل لك هذي عني disagree معها نروحوا الان نشوفوا التمرين الموالي الان نمروا للصفحة 25 ايضا ونحلوا التمارين لانه مبقاش معنا بزاف نحلوهم يعني ضربة واحدة نروحوا للتمرين رقم اربعة هذا التمرين رقم اربعة وش يقول لنا قال لك read the tips هذه التبس اللي ريهضر عليها هذه التبس بوكس اوكي below and find examples from the text to complete the blanks in the tip box there are many possible answers قال لك قرع هذي وخرج من نص اه يعني اه امثلة اوكي باش تكملونا هذي الفارغات تكون شوفوا هذي المفارغات وش هم يحوسوا اوكي هنا وش قال لك writers use a lot of techniques to avoid repetition قال لك الكتاب استعملوا عدة تقنيات باش يي فيتي و باش ما يعودوش because it is not good to repeat the same word when writing قال لك على خطر مش يملح تبقى تعود نفس الكلمة كتكون تكتب كتكون عندك يعني قصة ولا فهمت they often express what they mean in different ways قال لك هنا يقدرو اه اه معنتا استعملوا كلمات معنتا synonyms اه كلمة زي ما نقولو استعمل كلمة وزادك باش يعود استعمل هذه الكلمة لا لا استعمل غير المعنى التاحة اوكي they use باش ما يدروش ال repetition استعملوا synonyms استعملوا antonym استعملوا زي ما كنقولو معاني ولا يستعملوا اذد ولا يستعملوا pronouns instead of a noun or noun phrase استعملوا اسماوات في بلاسة اه معنتا اسم عالم في بلاسة اسماوات a verb instead of a noun فعل في بلاسة اسم اسم في بلاسة verb نروحوا نشوفوا هذا كامل مثلا ندرو مثال على synonyms ندرو مثال على antonym ندرو مثال على هذه nouns instead of noun or noun phrase a verb instead of noun الى اخرية اوكي نروحوا نشوفوا المباشرة الاجابة مروحوش نقرأ والنص نشوفوا الاجابة الاجابة تعالنا هتكون بهذا الشكل مثلا synonyms استعمل لنا eating habits عندها نفس المعنى العادة تعالاكل هي synonyms تاها هذي اوكي مثلا contrary to by contrast هنا بالعكس وهذه بالعكس نفس المعنى enjoy his meal eat his meal هنا enjoy يستمتع بالاكل التاعه ولا يأكل الوجبة التاعه كيف كيف نفس المعنى اوكي هنا the whole household all the members of family هنا قال لك هنا زي ما the whole جميع الافراد تاع العائلة تاع الدار ولا جميع افراد العائلة اوكي changed تغيير transformed تغيير نفس المعنى هذي وقعتك synonyms في ال antonym عندنا هنا chosen حاجة انا اخترتها حاجة فرضوها عليا traditional عكسها modern لسنا decline decline increased هذي وحدها و هذي وحدها اوكي فهمنا decline تلاشت increase تزيدت تزيدت اوكي مبعد عدنا هنا يا سي قلب pronounce instead of noun example عدنا هنا يا ذات هنا ذات ولا إت هنا Offic on 계체� عدنا ذات Конسابشن و هن ن ات ذات 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 يخصد بها يخصد بها يخصد بها المعترفة هنا ف يحذر يخصد بها ذات اكتب It change اكتب ات ات هنا عوض بها لايف الى اخره اوكي هنا ادوربس انستيد او ناون هنا ايه ايه افراب عفوا هنا في بلاسة ما يكتب اتن اكتب ايت در بلاسة ناون اوكي هنا انا انستيد او برب هنا يستعمل ناون اللي هي changed this change اوكي لا لا عوضها بthis change متفاهمين هكذاك وقتاش نستعملوا حاجة في بلاسة حاجة باش الايفيتي والريبيتيشن يلا روح نشوفوا التمرين الموالي التمرين رقم خمسة وشي يقول قالك write for definitions اكتبنا اربع تعارف using the information in the box نستعمل لنا هذا المعلومات اللي راهم جايين في هذا البوكس اعطالك هنا مثال دايما المثال نكتبو كما هو قالك a restaurant a restaurant restaurant is a place هي مكان where 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 people dine out اوكي هي مكان ويني تعشوا الناس برا مثلا a waiter عرف انا waiter وش يكون يكون person ايهي هو اكمل عدنا beef اللي هو الحم رمضان اللي هو شهر window 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 عفوا ويدو مش window 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 هي امرأة this اوكي الى اخيري يلا روح نشوفوا كيفاش قدرنا ركبنا هذا الجمل باستعمال هذا المعلومات اللي عادنا في البوكس الجمل اللي رام احنا قدامنا اللي اعطاوها لنا خلاص الثانية a waiter is a person who serve clients in a restaurant ويتر معنتها كيما نقولو احنا يا اللي يخدم في الريستوران القرصان تاع الريستوران هو الانسان اللي يسربي لكليون في الريستوران اوكي beef is a meat كيما نقولو احنا البوف الحم تاعل بقار بيف از هو الحم وره flesh which that حب تستعمل هذي which ولا that كيما حبيت احنا نستعملو with that beef is the meat that comes from an ox or a ball or a cow قالك هذا النوع تاعل الحم اللي هو اللحم تاعمل تاعل فور ولا تاعل العجل ولا تاعل بقرة ولا الى اخر اللي مهم اللي يجي من الاخر حمتو رمضان is the month رمضان هو الشهر when احنا مدن بدلنا وقت نديره when muslims fast اوكي هو الشهر اللي يسمو فيها المسلمين a widow is a woman whose husband is dead هي المرأة اللي راجلها مات اوكي this is the man whom met yesterday whom i met yesterday هذا الانسان اللي تلاقيت به البار رح شوفو هنا يرى وش استعملنا استعملنا هو الذي اوكي لانه اهدرنا على person هنا الحم الحم هو عبارة عن شيء نستعملو مع الشيء نستعملو which ولا that which معنى الذي ولا التي اوكي هنا يهو الذي ولا التي بسح هذي ترمز للانسان وذي ترمز للشيء ولا الحيوان اوكي 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 رمضان is a month رمضان هو عبارة عن شهر هو وقت كي نحبونا هذروع الوقت نستعملو when a widow is a woman whose whose husband is dead اوكي هنا who's ثاني الذي وال التي زوجها يعني مات this is the man whom الذي ولا التي هنا الذي i met yesterday اوكي سو كان هذا والحل تاعة التمرين رقم الاخر التمرين كان معنا هنا في الصفحة رقم 25 وش نقولكم نقولكم شكرا لحسن المشاهدة ونلتقي في فيديو آخر ان شاء الله اشتركوا في القناة